موسيقى الحمد لله وكفاء وسلام على عبادين الذين مصطفى لا سيما النبي المشتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستقبلين الشرفة وبعد سنن أبي داود الكتاب الأشربة باب في إيكاة الأوالي الآنية قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أحمد المحمبل إمام أهل السنة والجماعة فحدثنا يحيى ويحيى هنا هو يحيى بن سعيد القطان من أساطين المحدثين عين الجريج عبد الملك بن عبد العزيز الجريج القرش الأموي من الثقات الأزبات من الأساطين لكنه يرسل ويدلس قال أخبرني عطاء هنا وعطاء ابن نبي رباح القرش الفهري سيد أهل مكة من سادات الناس والعجيب في قوله أنه قال وهو يصف نفسه أنه كان أسود أفتص أحدب ومع ذلك ساد الناس جميعا بما رزقه الله جل في علمنا العلم أخبرني عطاء قال عن جابر وجابر هنا جابر من عبد الله صحابي بن صحابي من السبع المكثرين عن النبي الأمين أنصري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغلق بابك واذكر اسم الله هنا أمر وظهر أمر وجوب والعلماء على أنه على الاستحباب أغلق بابك واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله وخمر إناءك ولو بعود تعرضه عليه واذكر اسم الله وأوكي ثقاءك واذكر اسم الله شوف أنت ترى أن السلام يكرر أن الحرص على تسمية الله ذكر اسم الله جل في علاء على كل شيء وقال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي بن قعنب أذبط نسفي مالك عن مالك ومالك النجم كما قال إمام الشفعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم عن أبو الزبير أبو الزبير محمد بن مسلم من تدرس القرشية لسدي مولاهم المكي من الثقات وعاء وعلم يدلس عن جابر بن عبد الله رضي الله عن الله وأصحابي المصحابين من الأنصار من السبع المكثرين عن نبي الأمين عن النبي صلى الله عليه وسلم بأذى الخرار السلطة تمامي قال فإن الشيطان لا يفتح بابا غلقا غلقا يعني مغلقا ولا يحل وكاءا ولا يكشف إناءا وإن الفواسقة الفأرة يعني وإن الفواسقة تضرم على الناس بيتهم أو قال بيوتهم وهذه أيضا من جملة الأداب التي يتأدب بها أهل الإسلام وانظروا إلى سعة الشريعة إخواتي الكرام لم تترك شاردة ولا وردة ولا شاز ولا فاذدة إلا أتت بها كل ما يصلح المكلف ويصلح المسلمين في معاشهم وحياتهم وفي تعاملتهم فإن الشرع ما تركها كل دقيق وجليل وصغير وكبير أتت به الشريعة ما تركت شيئا قط إلا أتت به ولذلك قال أبو موسى مات رسول الله يوم أن مات وما طائر يقلب جنحي في السماء إلا أخبرنا منه الخبر هذه الشريعة الغراء ما تركت شيئا ولذلك قال الإمام الشفعي ما من أزلة إلا في كتاب الله حلها علمها من علمها وجاهلها من جاهلها لذلك قال الله جل في علاء وأنزلنا عليك الكتابة تبيانا تبيانا لكل شيء من هذه الأداب هو إغلاق الباب أن يغلق الباب ولأن الشيطان تنتشر وهذا سيأتي في الباب الذي بعده أو في الحدث الذي بعده على أن الشيطان تنتشر بين المغرب العشاء انتشارا عظيما أغلق بابك وذكر اسم الله وهنا الشيطان لا يستعنى أن يفتح باب مغلاقا إذا ذكر عليه اسم الله إذا ذكر اسم الله عليه ولذلك انظر في دلالة الاختران أغلق بابك وذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلاقا وهذه فيها دلالة وضحة جدا على عدم استطاعة الشيطان إلى الاختراب مما يذكر في اسم الله جل في علاء وقال أنه خناس كما قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله جل في علاء قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس قال كل ما ذكر الله يخنص وانت تعالى بحدث أبي راية رضي الله عنه أرضانا وإذا سمع الماء لأدان ولا فر واسم على هدرات فلذلك لا يستطيع أن يقترب من الباب الذي فيه ذكر اسم الله ولذلك أنت ترى إذا دخل وقال بسم الله لم يدخل فإذا لم يذكر الله دخل وقال وجدنا المبيت فإذا قدم الطعام فلم يذكر اسم الله قال والطعام أيضاً ويأكل ولذلك لما جاءت الصغيرة تضع يدها في الصحفة ضربها النبي وقال إن شيطان أتى بهذه بالصغيرة الجارية أتى بهذه تضع يدها في الصحفة ليأكل معكم لأنه لا يأكل لذا ذكر اسم الله ورزاك من السنة من نسي أن يذكر اسم الله على الطعام فليذكره ويقول بسم الله أوله وأخيره قال أغرق بابك وأذكر اسم الله وهذا أيضاً تبين لك بأن الشيطان إن كان يسرق فتسمية الله جل في علاه تمنعه من ذلك ولا أحد يقول لي ماذا تقول قلت أقول يسرق فقد سرقت تمر من أبي هريرة والنبي يقول له ماذا فعل صاحبك ماذا فعل صاحبك طال كذب وسيعود حتى قال له صدقك وهو الكذوب وهل الجني ممكن أن يسرق نعم ممكن أن يسرق وممكن يستخدمه ساحل لذلك فلهذا أن حصانة البيت وحصانة ما تملكه بذكر اسم الله من الجن قال أغرق بابك وأذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً يعني مغلقاً فيه اسم الله مغلقاً وعليه اسم الله جل في علاه يسمي الله أولاً ثم يسلم يسمي الله أولاً ثم يسلم فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً وأطفئ مصباحك وعليه اسم الله طبعاً أن يطفئ المصباح حتى لا يحدث ما فيه من الأضرار ولأن المسلم قال في الحديث الثاني أن الفويسقة تضرم على الناس بيتام والذي يأتي بها هو الشيطان إذا كانوا يبيتون على الشمع وغير ذلك من المصابيح فتأتي الفأرة الفويسقة تجر الزيت ويمكن أن توقع الحريق في البيت فإن الشيطان لا يفتح باباً غلقاً وفي الواقع الأولى مغلقاً وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله وهذه من السنة أن تذكر اسم الله لأنه سر الأمر في طرد الشيطان ذكر اسم الله ذكر اسم الله طال وخمر إناءك ولو بعود تعرضه عليه وهنا الكلام العود لسه تخميراً يعني يبقى يبقى الإناء مكشوفاً ويبقى ما في الإناء أيضاً معرضاً لما يخف منه ولو نزل الداء على ذلك نقول لا العود بمصاحبة ذكر الله جلال فعلاء أو ذكر اسم الله جلال فعلاء يطرد إما يطرد يطرد الشيطان وهذا أصل وأيضاً يعني لا يصاب ولو هناك مرض أراد الله جلال فعلاء أو وباء أراد الله إنزاله لا يأتي على إناء فيه ذكر اسم الله جلال فعلاء التي يكون فيها ما فيها من الإيزاء لذلك أمر بإيكاء الثقاء الثقاء وإلا فقد ورد فتحها أحدهم وجاء يشرب وأجد حية خرجت منها فقال أوك الأسقاء وذكر اسم الله وقلنا ذكر اسم الله مطرد للشيطان ذكر اسم الله جلال فعلاء مطرد للشيطان وهذه أيضاً من جملة الأداب العظيمة التي أتأدب بها المكلف وفيها دلالة واضحة جداً على أن شرعان الحنيف لم يترك شيئاً قط إلا أتى به لم يترك شيئاً قط إلا أتى به كما قلت لم يترك شاردة ولا وردة ولا شاذة ولا فاذة إلا أتى بها ولذلك قال ولا يحلوا كاء ولا يكشفوا إنان وإن الفواسيقة تضرموا على الناس بيوتهم لذلك قال ذكر اسم الله جلال فعلاء وإطفاء المصباح فيه الأمان وانظر كيف الشرع يحافظ على البيت المسلم ويحافظ على المكلف والنفذة تدخل في الباب نعم النفذة ملحقة بالباب إلا إذا احتاج عليها المر فإذا احتاج عليها المر فليجعلها مواربة ويقول بسم الله ويذكر اسم الله أيضاً يجعلها مواربة ويذكر اسم الله أيضاً فالحمد الله على هذا الشرع الحنيف الفواد المستموطة نجاة المرء في ذكر اسم الله سعة الشريعة الغراء باب سد الزرائع أتت به هذه الشريعة كل هذه زرائع لمفاس التقع فالشرع جاء بسدها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ترجمة نانسي قنقر